السلام اخوتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو دي اليوم هو على نبات فليو. او عشبة فليو. اليوم ان شاء الله غنوريكم طريقة زراعة بسهولة ومبساطة. وبنالغن نجيب البطور وحتى على طريقة الري بطريقة مبساطة اصدقائي. نبدأ على بركة الله. اول حاجة كنديرو اخوتي من اللي كمشو عند بائعنا. كنجيبو قبطة كيف معادي. كنحطوها في مكان اللي كتكون فيه الشمس حتى تجف على هاتشكل هذا. ولكن بشرط يكونوا فيها البودور. البودور اللي ما كعرفش البودور هم هاتي الازهار اللي كتكون في الرأس دي الاغصان دي الفيديو. هادي هي البودور. او لا كيف ما كتشوفو في الصورة. هادي هي البودور دي الازهار دي الفيديو. وهذه هي اللي غدين نزرعوها ان شاء الله. وهنا اخوتي بعد ما جفت البودور. كنا ناخده اصيس او لويعاء او محبق. المهم اي حاجة تقدر تزرع فيها المهم هو قبل من زرعه يجب أن نسقيه ساقية مغمرة بالماء كيف ستشوفه على هذا الشكل هذا من الذي سنزرعه البودور لا نسقيه بهذه الطريقة سنسقيه بهذه الطريقة ستلفل لنا البودور المهم اخوتي مع لنا البودور دينا بعد ما جفت وولت على هذا الشكل هذا ومن بعد نديرها في الاساس او للمحبق دينا بهذه الطريقة كيف ما تشوفه ونحاول نديرها في المحبق كامل نديرها غير وسط من المحبق انتي قدرين نوضلين في اليو غير وسط من المحبق وشبق الجانبات الاساس خاوية اللي هذا خصنا نديرها في المحبق كامل ومن بعد اخوتي نجيبه تربة ونديره طبقة خفيفة فوق من البودور قدما كان طبقة خفيفة قدما كان نوضع البودور بسرعة ولكن طبقة سميكة هناك تعطل لنا او تأخر لنا عمليات ومن بعد اخوتي ناخد البخاخ دينا بالطريقة ونحاول نسرد تربة لكينة الفوق يمكنك تسقي بأي شيء ولكن تسقي برفق يعني حاول انك تربة لكينة الفوق حاول انك ما تفتكهاش او ما تفتكهاش قدما كانت تربة اللي الفوق مجموعة على تشكل هذا قدما مزيان ومن بعد كنحطوه في مكان اللي يكون مكان ظل اما بالنسبة للثقايا كنسقيو ثلاث مرات في الأسبوع وغي كنسردو سطح التربة من بعد أسبوع كددت من عندنا شتائل على هاتشكل هذا كنبقوا ديما نكتافيو غير بالسقي بالبخاخ يعني غير كنرشو عليها من الفوق وما كنسقيواش بشي وعاء ولا بشي شي لانك غتتلف الجذور دي الشتلة دي الفليو فالشتلة دي الفليو ما يكتكون مزروعة من البودور كيكونوا جذورة دياله ضعاف وضعاف كتر ما انك تخيل كيف ما غادي تشوف ويستحسن قبل ما تنقل الشتائل تستعمل الملعاقة ما تجرش النبات من الفوق دياله حينت الجذور دياله غي يبقى في التربة كيف ما كتشوفوا الله مبارك ويزيد في ذلك هذه الشتلة وكيف ما كتشوفوا الجذور فهو ما ضعاف وضعاف كيف ما قتليكم قبل ما تنقل النبات ديالك في شي الصيس يستحسن انك تنقله في شي الصيس ليكون كبير حينت هاد الشتلة اللي كتشوفوا شد انا في ايدي غادي يتكبر ومن البعد غادي تقتر تشد لك الاصيس كامل كيف ما غادي تشوفوا في هاد الشتائل اللي غادي نوريكم وهما بزروعين بنفس الطريقة ومن اللي كنجبدو اه الشتلة ديالنا يستحسن انه مباشرة ينفونج بدوها من التربة نزرعوها لان الجذور دياله لا ضربة من البرد فهنا ما غدا تصدق معاك عمليات الزراعة وهنا غادي نشوفوا هذه الشتلة اللي مزروعها من قبل بنفس الطريقة كيف ما كتشوفوا اللهم بارك وزيد في ذلك شبارك الله قداش واللاش فهي كانت تقدر هذه الشتلة اللي زرعت معاكم فكيف ما تشوفوا هذه الشي عاش قد لكم ديروا الصيس كبير ولا محبق كبير فما شاء الله وكيفرع وتقدر ان شتلة واحدة تنوض لك كتير من الشتائل حنشوا كيسترح في الارض وكينوض الجذور دياله وهنا اخوتي لابد ما نذكركم بالاعجاب بالفيديو وعارفكم غير كيتنساو ولكن ما فيها باس مرة مرة نذكركم ولكن انت اول مرة اتشوف الفيديوهات ديالنا فكيشرفنا انك تنضم القناة ديالنا وكيف ما شفتوها اخوتي بعض السهولة وبعض البساطة يمكن لك زرع فليو عندك في الدار وتولع به خليت لكم الراحة وانتشكعوا في فيديو جديد ان شاء الله شكرا شكرا